الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا أحبة الأعزاء إن من أعظم ما تصلح به أحوال الإنسان أن يصلح قلبه بحيث يكون هذا القلب ضميرا حيا يدفعه إلى فعل الخيرات يجعله يستشعر مراقبة رب العزة والجلال ومتى صلح القلب أصلح الله بقية الأعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضاهذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول في دعاءه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك وقد ذكر الله جل وعلا أن الراسخين في العلم يقولون في دعائهم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وقد أخبر الله جل وعلا أن صلاح أحوال العباد يكون بصلاح ما في قلوبهم كما قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما في سورة الأنفال وفي نفس السورة ذكر الله جل وعلا آية عظيمة فقال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم إذا علم الله جل وعلا أن في القلوب خيرا فإن الله جل وعلا يبدل حال الإنسان إلى ما هو أحسن منه هذه الآية قيلت للأسرى الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر هم أعداء جاءوا لقتال أهل الإسلام ومع ذلك يقال لهم إذا أصلحتم ما في قلوبكم فإن الله سيعطيكم خيرا مما أخذ منكم وسيغفر لكم ذنوبكم وسيئاتكم السابقات ومن ثم فوصيتي لكم إخوة الأعزاء بأن تعودوا إلى هذه القلوب وأن تتفقدوها وتصلحوا ما فيها ليكون هذا من أسباب مغفرة ربي فإن صلاح القلب من أعظم الأسباب التي تتنزل بها الرحمات وتحل بها مغفرة الذنوب على العبد نعم أصلح ما في قلبك بالإخلاص بأن يكون خوفك من الله وحده وأن يكون رجاءك لله وحده وأن تحب الله وتحب من يحب الله وتحب العمل الذي يقربك إلى الله أصلح قلبك بأن تكون من أهل الصبر عند حلول المصائب ومن أهل الشكر عند وجود النعم أصلح قلبك بأن تكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى مفوضا لأمورك إلى رب العزة والجلال تعلم أنه إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله وإحسانه بارك الله فيكم وغفر الله ذنوبكم ورفع الله درجاتكم وأصلح الله قلوبكم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يومنا